وتعالوا ناخد أول سؤال وصلنا على صفحتنا صفحة بلنامج ولا تعسروا السؤال دي ولا يقول ايه طبعا كل واحد رزق مكتوب قبل ان يولد السؤال علما تأخر عنه شيء في الدنيا من عمل جواز او اي شيء هذا يدل على ان الله يختبر عبده وهذا ام ماذا وشكرا فضيلة الشيخ انا شوية عندي سؤال مهم في هذا السياق عشان نقدر نجاوب هو مين اللي بيقول ان حاجة بتتأخر والله سبحانه وتعالى كل شيء عنده بمقدار وكل شيء بقدر والله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسية والله سبحانه وتعالى قتب الارزاق قبل وجودنا ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يستطيع ان يضروك بشيء لم يكتبه الله لك ففين معنى التأخر هو اصلا ما فيش حاجة بتتأخر يعني انت لو بتتكلم على انها هذه تتأخر في توقعك انت يعني انت متوقع ان دي تيجي دلوقتي فما جاتش فالله هو الفعال لما يريد وليس ان الله سبحانه وتعالى لانه اله فهو يستجيب لك فيما تريد لا لا خالص الله قدر الاقدار طب هو بيقول لي طب بس ما هو غيري اه اه اين بقى اقف معك وقفة لطيفة الوقفة بتقول لي يا فندم بتقول له انا بسأل سؤال ولزاك المقدمة اللي حضرتكم وحضرتك حطيتها في السؤال بيقول ليه كل واحد وليه رزق صح طب لماذا نقيس الارزاق على بعضها وده شيء مهم جدا 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 ان الله سبحانه وتعالى يعطي كل واحد منا رزقه لكي لا يضل ولا يضيع حتى ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني اللي اعطي الرجل غيره احبه الي خشت ان يكبه في النار فهناك من لا يصلحه الا الفقر وهناك من لا يصلحه الا الغناء يعني هناك من لا يصلحه الا العطاء وهناك من لا يصلحه الا المنع ده إذا كان فيه معنع أصلا أنا لا أتصور فيه مفايم كده بتصور إنه تصورات مجازية اللي هي المنع يعني يعني ربنا ما تضلوش وربنا إداله ما يسلح حاله هذا فهمي أن الله أعطاه ما يسلح حاله مش منعه المنع ده معناه إنه كان يستحق حاجة وربنا ما عدهوش لكن الله سبحانه وتعالى ده المعنع ده منع مجازي يعني إذا نظرنا إن الله يعطي كل واحد فينا ما يستحق بفضله لأن معنى المحسين من سبيل أصلا الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه أن يعطي لعبد بقدر معين شيئا معينا مش واجب على الله سبحانه وتعالى أن يعطي ده إيه ده يعني أنا ما يجيبش علي إن أنا بعد سن 25 سنة أقول لربنا وأنا تأخرت في الجواز لي أو إن أنا لو ما لقيتش شغل ومعكوني أنا عندي شهادة مرموقة أقول لربنا أنت مدايق علي يا رزق ليه لا لأن الله سبحانه وتعالى يقدر الأقدار بعلمه لا بعلمك أنت اللي أنت حطه الإسكريبت ده والسناريو اللي أنت حطه لربنا ده ليس حكرا على الله سبحانه وتعالى ولذلك الله سبحانه وتعالى يعطي من شاء كما يشاء في الوقت الذي يشاء على الكفية التي يشاء مش على فعل أي حد من العبيد ليه ومع ذلك الله لطيف بعباده ومع ذلك أليس الله بكاف عبدة إيه ده يعني أنا فاهم من مسألة آه حضرك فاهم من حضرك فاهم من مسألة غلط أصلا إن فيه تأخير لا ما فيش تأخير كل شيء عنده بقدر كل شيء عنده بمقدار فالله سبحانه وتعالى يعطي لكل واحد فينا ما يصلح حاله في وقته طب الوقت اللي أنا كنت متوقعه ده وقت عندك أنت مش عند الله وإذاك الإنسان لو مش كده هيبقى من أقرب الناس للرضى من أقرب الناس للرضى طب وربنا بيعطي الناس كلها في الوقت ده كذا 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 انت ليه طول الوقت بتقوله على فكرة أنا شخص مميز وربنا لازم يراعي إن أنا بتحمل أكتر من غيري طب كويس بقى أنت إيه بتشوف أن أنت مختلف عن غيرك طب ربنا ما يدي لك رزق مختلف عن غيرك ليه تقوله لماذا لا تعطيني كغيري ده تجوزه بعد 25 سنة تجوزه بعد 27 سنة وأنا لسه ما تجوزتش هل ده فعلا فهم لمعنى الرزق الجواب لا الرزق لا يتأخر ولكن عليك أنت أن ترضى وأن تحسن النظر يبقى عليك أن أنت إيه ترضى وتحسن النظر في المعاملة مع الله وده نصحت لك طب تعمل لعمل إيه بقى عشان نوسع نظرنا لازم يبقى عندك ورد تنظر فيه في نعم الله سبحانه وتعالى وتحمد ربنا عليها كل يوم يعني انشاغل بحمد ما عندك من النعم ترى الله قد وسع عليك الأمر الثاني عليك بعد ما تشكر إن أنت تشارك غيرك ما عندك من النعم يعني إذا كان عندك نعمة تشغلها تستثمرها بقى وتشارك مع الآخرين زي ما احنا ذكرنا في هذا الحديث اليوم الحياة الثالثة والمهم إن انت تقلل للشكوى إن تقليلك لكثرة الشكوى تضعف قلبك وتضعف ثبات قلبك على قول الحق وهو أن الله سبحانه وتعالى كاف عبده